اشتركوا في القناة في تاريخ المخابرات المصرية في لعبة خطيرة ولكنه اتقنها لدرجة الاحتراف حكاية رفعة الجمال او رأفة الهجان زي معرفناه وحبناه والنهاردة وعلى مدار 3 حلقات هنمشي مع رفعة الجمال في رحلته ونعيش مع مذكراته اللي كتبها بنفسه وحكى فيها قصة حياته تقريبا من يوم ميلاده واللي نشرتها زوجته فالتراوت بيتون بعد وفاته وهنكتشف اسرار الحكاية كلها على لسانه شخصيا من غير تزييف للحقايق ولا اضافة لا احداث وهمية فتعالوا معانا نسمع قصة الجسوس المصري اللي قدر يخدع اسرائيل لمدة 18 سنة واسمحولي احكيها على لسانه عشان نحس بتفاصيلها اكتر ويلا بينا نبدأ على بركة الله ما اعتقدش انه من العدلة ابدا اني اوصل للدرجات من المرض الشريط ولكن ده اللي وصلني للاقتناع بفكرة كتابة حقيقتي وحقيقة حياتي هحاول اكتب كل شيء بلغة انجليزية سليمة وانت يا فالتراود عرفة اني ما بعرفش اكتب انجليزي باتقان ودايما بيكون عندي غلطات املائية ولو فكرة انت تعودتي تصححيلي دايما رسائلي ومع ذلك فدي جزء من حقيقتي وانا واثق انك هتفهميني المذكرات دي هسلمها للمحامي وهيسلمها لك بعد 3 سنين من وفاتي هتسأليني ليه 3 سنين عشان بعتقد ان وقتها هتكوني قدرتي تتمسكي وهتكوني قادرة تتحملي صدمة قريتك للكلام ده انا هحكي قصتي الحقيقية وهتعرفي كل حاجة ما كنتيش تعرفيها عني وانا سعيد جدا اني هقدر اتخلص من الحمل اللي جواي وبرغم انك كنت صدقتي وشريكة حياتي لسنين طويلة لكني عشت حياتي وحيد لاني كنت مضطر احتفظ بالحقيقة النفسي حفاظا على حياتك انتي والولاد بس انا حاسس اني هموت خلاص وان ربنا هيسترد امانته انا مش خايف من الموت بس انتي عارفة اني بخاف من الالم مهما كان ضعيف والمؤلم ليه اكتر من اي شيء هو اني بشوفك بتعاني برغم انك بتحاولي تخفي ده والمؤلم اكتر اني اسيب ابننا يجبر لوحده وهو خلاص هيكمل السبعتاشر سنة قريب كان نفسي يكون جنبه هو بيجبر بس انا متأكد انك هتسعديه بكل قوتك انا واثق فيك جدا وفي ابننا رغم صغر سنه ومتأكد من قدرته على مواجهة الحياة وبنتنا كمان بلغيها اني كنت بحبها واني فخور بيها وخليكي لطيفة معاها لانها حساسة جدا هي عنيدة اه لكنها بتحبك وبتحبني ومش هتعمل حاجة زعاليك دلوقتي انا لازم احكيلك الحقيقة قبل ما الوقت يفوت والموت يفاجئني مع اني خلاص بقيت منتظر هي قصة طويلة وعارف انك وقت ما تقريها هتغضبي مني ويمكن كمان تندمي انك قابلتيني بس انا واثق من حبك وواثق انك عارفة حب ليكي وخليكي عارفة ان احتفظت بالسر ده عشان احميك انتي واولادنا لاني ما عنديش اهم منكم دلوقتي احنا في اغسطس 1981 مش عارف بقيلي وقت قد ايه حاسس ببرودة في جسمي وحاسس اني مش بخير بس انا مرتاح اني اخيرا هقدر احكي الحقيقة وخليكي متأكدة ان الحقيقة الاجبر هي حب ليكي وللاولاد انا تولدتي يوم واحد يوليو سنة 1927 في مدينة اسمها دومياط في مصر وانا من موليد برج السرطان مش الاسد زي ما هو موضح في جواز سفري اسمي الحقيقي هو رفعة علي سلمان الجمال اصغر واحد في اخواتي واخواتي دول هم سامي ولبيب وحبيبة قلبي نزيها والدي كان تاجر فحم بالجملة وكان شخصية ليها مكانتها واخد لقب افندي وكان اسم علتنا هو الجمال نسبة لجد اكبر اللي اسس العيلة في دومياط واللي كان معتمد على تجارة الجمال ومن هنا جي اسم العيلة امي الست رتيبة كانت بنته اسرة رقية وكانت ستة عصرية قادرت تكلم انجليزي وفرنساوي وتعلمت في مدارس اجنبية امي ولدت لبيب سنة 1923 كان وقتها سامي اخونا الكبير من زوجة والدي الاولى بيدرس في القاهرة تحت رعاية قرايب والدي ورجع لنا وهو 17 سنة وهو واخد السنوية بتفوق وبعدين درس في الجامعة وقدر يبقى مدرس انجليزي كنت دايما معجب بسامي بسبب مواهبه وقدراته وفي صورة العيلة كنت متصور وانا على حجره وده كان مصدر فخر ليا ابنه محمد جي عندنا في المانيا لو تفتكري ووقتها قدمته لك على انه ابن استاذي وهو في الحقيقة كان ابن اخويه اما لبيب فكان محاسب وكان شاطر جدا في الحسابات وكنت بتخانق انا وهو كتير لما جزرنا قدمته لك على انه رجل اعمال صديق لي وبرضو لو تفتكري وقتها دانيال ابننا اصر على انه شبه جدا وانك اننا اخوات اعتقد دلوقتي هتفهمي انا ليه اتعصبت على دانيال وقتها اما بقى نزيها اختي فدي كانت اخت طيبة جدا درست في مدرسة البنات الوحيدة في البلد وكنت بحبها قوي لانها كانت طيبة واحنينة جدا علي رغم اني كنت بعمل مشاكل كتير مع سامي ولبيب وانا كنتش طان وانا صغير ورغم كده ما واجهتش مشاكل كتير في المدرسة وكنت كسول جدا في الدراسة وعشان كده دانيال ابننا طالع كسول زي والدي توفى سنة 1936 ووقتها كنت 9 سنين ونزيها كانت 11 سنة ولبيب 13 وقتها اخد سامي مكان والدي وبقى مسؤول عن الاسرة فهو الكبير وكانت خرج من الجمع واتنقلنا الحي مصر الجديدة في القاهرة لانه كان شغال هناك ودخلت نزيها المدرسة السنوية للبنات ودرست انا ونجحت واخدت الابتدائية ولبيب دخل المدرسة التجارية وبعدها قرر سامي وامي اني اكمل انا كمان في مدرسة تجارية وده لان سامي كان محتاجي يتجوز ولبيب ما كانش هيتحمل مسئوليتي الوقت طويل بعد كده حياتي تقلبت تماما وكانت الاحداث اللي حصلت بعدها سبب تغير مصار حياتي بالكامل انا كنت من جيل الحرب العالمية وتأثرت بالبريطانيين وحاولت كمان ابقى شبههم كنت بتكلم انجليزي بلاكنا بريطانية وفرنساوي بلاكنا فرنسية وكل ده اثر على سلوكي وخلى امي ولبيب زعلانين مني وحط سامي اخويا في موقف محرج بعد ما بقى المدرس الخصوصي لاخو الملكة فريدة في المدرسة كان فيه من ضمن زميلي في الفصل مجموعة من الشباب اللي كانوا بيحبوا السينما وكانوا بيروحوا هناك كتير وانا كنت بستمتع جدا بالسينما لدرجة ان كنت بقلد وبتقمس الشخصيات اللي بشوفها وبقيت مشهور ما بين زميلي في الفصل وبقيت اروح السينما كتير عشان اتعلم ادوار بعينها وارجع اقلدها في الفصل السينما عرفتني كتير وزودت ثقافتي بالتاريخ العربي والاعمال الادبية العالمية وبقت تقريبا هي مدرستي التانية وفي سنة 1940 قدرت ازور استيديوهات السينما وفي واحدة من الزيارات دي كانوا بيصوروا فيلم كوميدي بطولة فنان مشهور اسمه بشارة وكيم انتهست الفرصة وقتها ودخلت قطه من غير ما حد يحس وبدأت اقلد واحد من مشاهده بنفس اسلوبه وفجأة لقيت واقف قدامي اتصدمته هو بيزعقلي قدام المكير بتاعه وبعدها سأله ايه رأيك في اللي عمله ده فرد المكير انه صدق انه بشارة وكيم بنفسه وتحول بشارة وكيم لانسان تاني اتعامل معايا بمنتهى الود وتعرف علي وسألني عن اسمه وسني وقال لي اني انفع ابقى ممثل وقال لي ارجع له تاني بعد ما خلص دراسة وقتها قررت انها خلص الدراسة وابقى ممثل وفي سنة 1943 اتجوزت نازيها من الملازم اول احمد شفيق وثابت الشقة اللي كنا عايشين فيها وامي راحت على دي كيرنس عشان تعيش مع اخوها وكان سامي بدأ يرتب لحياته واسرته الخاصة فكان بيدور على مكان مناسب نسكن فيه انا ولبيب وطبعا لبيب اخويا ما كانش شايفني اكتر من عيل تافه وكنت بالنسبة له فكرة مرعبة انه يتحمل مسئوليتي هو كان خلاص هيتخرج من المدرسة التجارية وكان قد انطلب على وظيفة في بنك باركليز وسامي كان اخيرا لقى لينا شقة قريب من ميدان لازولي وساعتها لقيت نفسي لوحدي مع لبيب محروم من حنان امي وطيبة نازيها اللي كانت دايما قريبة مني وبتكتم اسراري بس للأسف كانت خلاص سبتني وقتها استوعبت اني لازم اتحمل مسئولية نفسي في اسرع وقت وعشان اعمل كده كان لازم اكمل دراستي ولقيت اني بقي لي سنة واحدة وبعدها بقى مسئول عن نفسي تماما بس برضو ده كان شعور مرعب جدا بالنسبة لي فقررت كنوع من الاحتجاج اني اسقط في امتحان اخر السنة ودي كانت صدمة للعيلة كلها خصوصا انهم ما كانوش متوقعين مني كده واني دي اول مرة حد يسقط في العيلة بعدها سامي تجوز من بنت محرم فهين اللي كان وقتها رئيس نقابة المحامين وبعدين اتنقل عشان يعيش هو وامراته في شارع دسوق ووقتها فضلت مع لبيب لوحدي وكان بدأ شغله ككاتب في بنك باركليز اول ما اتخرج على طول اما انا فما كنتش مستعد لمواجهة الحياة فقررت اصقط تاني وقد كان لبيب وقتها حس ان حملة قيل عليه واني تافه وما ليش لازمة في الاسرة دي وانا كنت ازهقت من كلامه ده وعايز اغير نفسي لكني مش عارف ازاي وفي عيد ميلادي السبعتاشر زرت ستوديو مصر مرة تانية اللي كنت قابلت فيه بشارة وكيم قبل كده وكنت محظوظ لاني لقيته هناك وافتكرني وقلت له اني عايز اسيب المدرسة ومش عارف اعمل ايه فعرض علي اشتغل معاه في فيلمه الجديد خفت جدا وقلت له اني معرفش ممكن امثل ازاي قال لي اني اقدر امثل دور اي شاب من اي جنسية وانا كنت شاب طوله 173 سنطي وبشرتي فتحة وشعري اسود المقابلة دي غيرت كل حياتي وكنت قررت خلاص اني لازم اشتغل في السينما فبلغت لبيب بقراري ده ووقتها هو اتصدم وقال ان ده عار على العيلة مهتمتش بكلامه قررت اكمل في طريقي وكنت متحمس جدا وعملت دور صغير في فيلم بشارة وكيم كان اسمي فيه رفعة علي واول ما اكسب ليا اشتريت بيه دي لنزيها والابنها ورحت لها عشان ازورها وكان استقبالها ليا في منتهى الحب والحنان بس للأسف جزها اول ما رجع وشافني اتعصب وقال اني انسان تافه ما عنديش دم ولا ليا اي لازمة وخرقت من عندها وقلبي مكسور بس الفيلم حقق نجاح كبير وحسيت اني فخور بنفسي وكان زميلي في المدرسة هم كمان فخورين بيا لكن لبيب كان على طول بيشتكي مني وبيتخانق معايا وفي سنة 1945 و1946 ظهرت في فيلمين تانيين وقررت وقتها اني مش هسيب المدرسة وفعلا اتخرجت سنة 1946 ووقتها برضو كنت بمثل فيلم جديد وفي الوقت ده قبلت بيتي كانت شابة شغالة في الرأس وكانت حب الاول كانت طيشة بس بالنسبة لي كانت مهمة جدا لانها خلتني اشوف الدنيا بعيون تانية مع انها كانت اكبر مني بسنة لكنها كانت متحررة وعندها خبرة في الحياة اكتر مني بكتير واتنقلت عشان اعيش معاها في بيتها وهناك كانت اول مرة اقرب فيها من واحدة ست ورغم كل ده ورغم انها كانت فضيحة وقتها ورغم اخناقات لبيب الا اني خرجت من عندها من غير ما يحصل بنا اي حاجة اتعلمت من بيتي كتير لكني حسيت ان خلاص لازم اتنقل لمجال تاني وده لاني كنت وقتها فقدت رغبتي ناحية التمثيل والسينما وقررت اني هتحرر من بيتي وهتحرر كمان من السينما وفعلا قدمت طلب توظيف لشركة بترول اجنبية على ساحل البحر الاحمر واختروني واستلمت الشغل فورا وده لاني كنت مميز عن باقي المتقدمين عشان كنت بتكلم انجليزي وفرنساوي وبدأت الشغل فراز غارب وحاولت انسى الماضي والتزم بشغلي كمحاسب واعدت 15 شهر اتعلمت فيهم كل حاجة عن اعمال البترول وعملت علاقات مع مهندسين البترول الامريكان والانجليز وفي خريف سنة 1947 قرر مديري انه ينقلني للمقر الرئيسي في القاهرة كنوع من الترقية بس انا ماكنتش عايز الترقية دي وماكنتش عايز اقرب لمكان تواجد العيلة ونزيها اللي مش هقدر اكون قريب منها وممنوع علي زيارتها وقتها كان فيه واحد من رجال الصناعة من اسكندرية كان بيجي السويس كتير عشان شغله وكان بيعرض علي دايما اشتغل معاه في صناعة الكيمويات فروحت له وسألته اذا كان لسه عايزني اشتغل معاه ولا لأ فاتبسط جدا وقال لي انه طبعا عايزني وفعلا اتنقلت للاسكندرية فورا وهناك حسيت اني رجعت للجو الاسري اللي كنت مفتقده وقررت استقر في اسكندرية وكان الراجل صاحب شركة الكيمويات دي راضي عني جدا وبيعملني كأني ابنه وزرت اسرته اكتر من مرة وتعرفت على بنته هدى اتقابلنا انا هدى كذا مرة وكنا بنروح السينما سوا وابوها كان عارف وما اعتردش بالعكس كان راضي عن علاقتنا وشايف فيه الابن اللي هو اتحرم منه وكل ده كان حافز لي اني ادخل الجامعة واكمل دراستي ولكن الحياة كان ليها رأي تاني الراجل صاحب الشركة طلب مني ازور فرع الشركة في القاهرة لانه ما كانش مرتاح لرئيس الفرع هناك وطلب مني اراجع شغله وسافرت وانا معايا هدايا الاختي وولدها ورغم اني كنت حزين على اللي حصل قبل كده وعلى موت امي في دي كيرنس وانا فراس غير بوقتها الا اني كنت فخور قوي وانا راجع لاختي كرجل اعمال ناجح ومحترم ووصلت القاهرة ورجعت دفتر الحسابات ورصيد النقدية وتممت على الخزنة وما لقيتش اي حاجة مش عادية فقفلت الخزنة ومشيت واكتشفت تاني يوم ضياع الف جنيه من الخزنة اللي ما حدش معايا مفتاحها غيري وما كانش حد يعرف ان المدير معايا مفتاح تاني ليها وساعتها لقيت نفسي متهم بالسرقة وبيبلغوا الرئيس كمان انهم لقوا الالف جنيه في قطي في الفندق ورجعت على اسكندرية وانا حاسس بالعار رغم اني ما عملتش حاجة ورغم ان مديري كان مصدقني الا انه فصلني عشان يتجنب اي مشاكل ووفر لي شغل تاني مع صديق ليه في الملاحة وبدأت شغلي كمساعد لزابط الحسابات على سفينة شحن اسمها حورس وبعد اسبوعين سفرت برا مصر لأول مرة في حياتي وقتها ما صدقتش اني بسافر بعيد عن كل حاجة حلمت بيها رحنا على نابولي وجنوا ومارسيليا وبرشلونة وجبل طارق واخيرا وقفنا في ليفربول وهناك السفينة كانت في التصليح لفترة وكنا هنسافر بعد تصليحها لمدينة بومباي في الهند ففكرت وقتها انه طالما هنطول في انجلترا يبقى لازم استكشف ليفربول وفي مغامرتي دي قابلت جودي موريس في واحد من الملاهة الليلية رأصنا واسهرنا وقضينا مع بعض كل لحظة كانت بتتفرغ فيها من الشغل جودي حبتني وعرفتني على ابوها اللي راح حبية جدا وقضيت معاهم وقت جميل بعد كده كانت السفينة خلصت التصليحات المطلوبة وبالتالي كان لازم استعد للسفر للهند بس جودي اترجتني افضل معاها في ليفربول وعلى الرغم من اني ما كنتش عايز اروح الهند الا اني ما كنتش عايز اخسر شغلي ولا افضل في دريطانيا بطريقة غير شرعية لكن جودي كان عندها فكرة مثلت اني تعبان واني بتقلم وتشخصت بالزايدة الدودية واني لازم اعمل عملية فورا وبعد ما عملت العملية خرجت وبقيت في رعاية جودي وقدر ابوها اللي كان رئيس للعمال في الاحواض الجافة وشخصية نقابية مهمة اني يوفر لي تصريح عمل ويشغلني معاه في الميناء في الفترة دي قبلت اسيس طلب مني اعلمه كل شيء عن الاسلام في مقابل انه يعلمني كل شيء عن المسيحية واتفقنا ولكني طبعا ما كنتش مستعدة ابدا اسيب ديني وجودي ما كانتش شغلة بالها بموضوع ديانتي وكل اللي كانت بتفكر فيه بس اننا نتجوز ايا كان ديني ايه بس الحقيقة انا ما كنتش شايفها كزوجة ليه ابدا وعشان كده اول ما حورس رجعت ليفر بول رجعت معاهم على مصر فورا رجعت مصر وانا مش عارف انا مبسوط ولا حزين ما كانش عندي بيت ولا اسرة وعشان كده قررت اسيب مصر تاني وباسرع وقت ممكن وفعلا رجعت اشتغل على سفينة فرنسية سفرت عليها لمرسليا وهناك قعدت في فندق في الميناء كان سيء جدا وصغير جدا فقررت استغل مهاراتي في اللغة واللي تعلمته من بيتي وقدرت اخلي اتنين ستات عواجيز يهتموا بيا ويتكفلوا بيا فمقابل اني اصاحبهم لفترة وقررت استخدم الاسلوب ده في باريس كمان ونجحت في ده ولقيت ستات كتير بيدفعوا لي مقابل وقت معاهم بس للأسف انا كنت بواجه خطر الطرد من فرنسا لاني ما عنديش تأشيرة فقررت وقتها اتجه على لندن بحجة اني ازور الدكتور اللي عمل لي عملية الزايدة واستشيره واخدت فعلا تأشيرة لمدة اسبوعين وقتها كان كل شيء بقى مختلف لاني كنت بالفعل بقيت مندفع وعايز اعمل كل حاجة تخطر على بالي مهما كانت ايه وما بقاش اي حد يقدر يغير المصار اللي باختاره لنفسي وكنت كونت مبلغ كويس من الستات اللي صاحبتهم وقررت اسافر على ليفر بول واشوف جودي والصراحة البنت استقبلتني بفرحة مش عادية وقاعدت تعيط وكانت فكرة اني راجع عشان اتجوزها وده طبعا ما كانش صحيح بس انا قررت استغل الفرصة وتواصلت مع الاسيس اللي عرفته هناك وقدر يوفر لي شغل في وكالة للسفريات والوكالة دي كان اسمها سولتك تورز كان عندي افكار كتير لتطوير الشغل في الوكالة دي وقدرت اقنع رئيسها ان اسافر لندن عشان اجيب موافقة من السفارة المصرية على اننا نتولى سفريات الدبلوماسيين المصريين وكنت متأكد اني هنجح في المهمة دي رغم ان وقتها كانت وكالة توماس كوك هي المسؤولة عن الموضوع ده وانجحت فعلا في المهمة ورجعت ليفر بول وانا معاي عقد كسبان واخدت عمولة 2000 جنيه سترليني ودي كانت مجرد بداية وفي اقل من خمس شهور وكالة السفريات توسعت وزادت عمولتي ل5000 جنيه سترليني حطتهم في بنك امريكان اكسبريس فاقترحت بعدها على رئيس الوكالة اننا نجرب نفس التجربة مع السفارة المصرية في نيورك وفعلا وافق وسافرت على نيورك بعد ما ودعت جودي وما كانش حد فينا يعرف ان ده هيكون ودعنا الاخير وفي نيورك عرض علي مدير وكالة للسفريات هناك الشغل معاه وقال لي ان ليفر بول صغيرة وصعب تقدر تنظم الرحلات لامريكا فوافقت على عرضه وانا في قمة ساعت ولكن رئيسي في ليفر بول وجه لتهمة الغش لاني خدعته اخدت التذكرة بحجة مزيفة وقعدت في نيورك وحولت فلوسي كلها للدولار وبالتالي بقى معايا 12000 دولار امريكي املكهم ملكية قانونية بس للأسف اقامتي في نيورك هي اللي ما كانتش قانونية وده لاني ما حصلتش على بطاقة التأمين الاجتماعي الخضراء اللي تخليني اعيش بشكل قانوني فسافرت الكندا وطلبت هناك الحصول على تأشيرة الدخول من مطار مونتريال ولكن ما كانش ينفع اعود لوقت طويل لان كندا كانت تبع للكومنويلس البريطاني وده كان هيسبب لي مشاكل وتحطت بعدها اسمي على القيمة السودة في امريكا فروحت لفرانكفورت في المانيا وحصلت على تأشيرة لمدة 48 ساعة ومن هناك طلبت السفر للنمسا بس الامور للأسف مشيت على عكس ما انا عايز ففي مطار فرانكفورت قابلت بنت شقرة عرضت علي اقضي معاها ليلة في الفندق وانا وفقت وخبيت فلوسي وتاني يوم لقيت الفلوس زي ما هي بس ما لقيتش البنت ولا جواز صفري فطبعا اول اجراء لازم اعمله ان روح السفارة المصرية عشان ابلغ عن ضياع جواز الصفر ولكن في السفارة افتقروني باعته وده لان وقتها كان فيه ناس كتير بيحاولوا يخرجوا من المانيا وكانوا بيشتروا جوازات الصفر من الاجانب واعدت في المانيا لمدة يومين من غير اي اوراق هوية وبعد يومين اتقبض علي عشان مش معايا اي اثبات شخصية وتحجزت وترحلت على مصر رجعت القاهرة سنة 1951 وكان معايا مبلغ كبير ولكن بدون جواز صفر وتقدنت بطلب جواز صفر جديد لكنه اترفض بسبب اللي حصل في فرانكفورت وبكده اكون اتحبست في مصر وانا مليش مكان فيها ففكرت ان اشتغل في شركة قناة السويس بس كنت محتاج اثبات للهوية فاتعرفت على مزور عملي جواز صفر باسم علي مصطفى جواز صفر اصلي لكن الصورة اللي فيه متبدلة بصورتي وفي يونيو سنة 1951 سفرت باسم علي مصطفى لقناة السويس وتوظفت هناك وكانت كل حاجة ماشية كويس لحد ما الانجليز قرروا يراجعوا جوازات السفر فسبت المكان بسرعة ورجعت للقاهرة قبل ما تكشف وهناك زورت هوية جديدة باسم شارلز دينم صاحفي من جنيف وكان معايا لسه 12 الف دولار وانزلت في فندق بس ما طولتش فيه كتير لان الدنيا تلخبطت في القاهرة وبدأوا يحققوا مع الكل فقررت اخرج من القاهرة تماما بهوية الصحفي شارلز دينم ورحت اسكندرية ومعايا فلوسي اللي كانت على هيئة شيكات سيحية وهناك زورت جواز صفر بريطاني باسم دانيل كالدويل وقررت اسافر على ليبيا من خلال العربيات اللي على الطريق اوتوستوب يعني وفعلا دخلت ليبيا وهناك وقفتنا دوريا جليزي فتشوا اورقنا الزابط وقتها قارن ما بين جواز الصفر الانجليزي والشيكات الموقعة باسم رفعة الجمال فقرر ساعتها اني اما اكون جندي بريطاني هربان او مواطن مصري مزور ولكنه رجح ان يهودي مصري بحاول اروح لاسرائيل فالموقف اتعقد جدا ورجعوني للسلطات المصرية وهناك وقفت قدام القاضي اللي قرر اني يهودي مصري واني ديفيد ارنسون وبحاول اهرب من مصر باوراق مزيفة وشيكات مسروقة فحاولت ادافع عن نفسي بالعربي وباللهجة المصرية وده اكد شكوكهم اكتر وعقد الامور اكتر واكتر فقرروا تحويلي ونقلي القاهرة تحت الحراسة وهناك اللي حصل غير كل حاجة وبدل حياتي الحاجة ما كنتش اتوقعها ابدا